السلام عليكم في الفترة ديت بيلاقي شركة ريل مي بتعلن عن كزا هاتف تحت فاقة السي والفاقة ديت معروفة انها الفاقة الاقتصادية ودايما بيلاقي كل الموبايل في الفاقة ديت بيتميز بنقاط كوة محددة وشركة ريل مي اعلنت يوم 28 سبع عن موبايل ريل مي سي 15 اللي جاي ببطارية ضخمة جدا بس قبل ما نبدأ في تفاصيل الحلقة لو انت والمرة تسمعني اواع تنسى تشارك في القناة واتفعل زر الجرس ولو فيديو عجبك ممكن تدعمنا بلايك ولو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات وانا هرد عليك او من غير ما اطول عليكم تعالوا نبدأ في تفاصيل الحلقة اول حاجة هنبدأ بيها كالعادة هيكل وخامات تصنيع الموبايل الموبايل هيجيب طول 164 ملي متر وعرض 76 ملي متر وسمك 10 ملي متر وبوزن 209 جرام وخامات تصنيع الموبايل دوت كلها من البلاستيك من حيث الظهر والفريم وبيدعم تركيب شرحتنا التصال من نوع النانو مع دعم شبكة الجيل التاني والتالت والربع وبيدعم كمان منفذ السماعات التقليدي 3.5 وبيلاقي خامات التصنيع ديت شيء عادي في موبايل الفئة السعرية ديت وبنسبة للشاشة الشاشة تيجي من نوع IPS LCD بمساحة 6.5 بوصة والشاشة ديت بتستغل 82% من واجهة الموبايل الامامية بدقة 720 في 1560 بيكسل يعني Full HD Plus بكسافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة وتيجي بأبعاد 20 إلى 9 مع وجود نوتش للكاميرا الامامية على شكل قطرة الماء وبنلاقي الشاشة ديت شاشة تقلوضية جدا في الفئة السعرية ديت بس من حيث التصميم لو كانت الكاميرا الامامية سجب في الشاشة كنت تكون أشيك واحسن ودي طبعا في الآخر كل واحد لزوك وبنسبة للرام والزوكرة فالموبايل هنا هيجي من مسختين النسخة الأولى 64 جيجا مع 3 جيجا رام والنسخة الثانية 64 جيجا مع 4 جيجا رام وبيدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية ومن حيث نظام التشغيل والأداء الموبايل هيجي بنظام تشغيل أندرويد 10 مع وجهة ريلمي يو اي وان مع مع معالج ميديا تيك هاليو جي 35 بدقة تصنيع 12 نانوميتر بتردد يصل لـ 2.318 جيجا هرتز مع معالج رسومي باور فيو ار جي اي 8320 والمعالج دوت بيقدم أداء تقليطي جدا في الفئة السعرية ديت وبنلاقي الشاومي ريدمي 9 أفضل منه من حيث الأداء وريب قوي جدا من حيث السعر وبنسبة للكاميرات الموبايل فالموبايل هيجي باربع كاميرات خلفية الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.0 والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.3 وهي كاميرا ألترويد بتصور بزاوية 119 درجة والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 وهي كاميرا مكروم والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.4 وهي كاميرا سنسور للعمق وعزر خلفية وبيجي معهم فلاش LED وبيدعمو تقنييت البانوراما والحدش ديور ويقدر يصور فيديو بدكة اصنع بسرعة ٣٠ طرف الثانية. وبنسبة الكاميرا الامامية الكاميرا الامامية هتيجي بدكة 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة تن فاصلة صفر. وبتدعم تقنيوة البانوراما وال lendش دي ر ويقدر يصور فيديو بدكة بسرعة ٣٢ طرف في السانية وبينلاقي ان الكاميرات دي ممكن ما تقدمش اداء كويس علشان بتيجي بدكة قليلة شوية وفتحة العدسة ديقة. فصعب انها تستقبل ضغط اكتر. وبنسبة للصوت فالموبايل هنا بيجي بمايك واحد مش استريو. وبيدعم مدخل السماعات التقليدي ثلاثة فاصلة خمسة. زاد ان هو مش بيدعم تكنية وبيدعم البلوتوس من اصدار الخامس. وكمان بيدعم جي بي اس وبيدعم كمان الراديو. وبنسبة للبطارية فالبطارية هنا هتيجي بساعة ستة لاف ميلي امبير من نوع الليسيوم غير قبلة للازالة. وبتدعم الشاحن السريع بقوة 18 وط. مع شاحن من نوع مايكرو يو اس بي. ودي طبعا اهم ميزة في الموبايل دوت. ان هو بيجي ببطارية ضخمة جدا. وبنسبة للالوان فالموبايل هنا هيجي بلون الازرق والفضي. واخيرا سعر الموبايل. سعر النسخة الاولى اللي هي اربعة وستين جيجا مع تلاتة جيجا رام هتيجي بسعر مية سبعة وتلاتين دولار. يعني حوالي الفين ومتين جنيه مصري. وسعر النسخة التانية اللي هي اربعة وستين جيجا مع عربعة جيجا رام هتيجي بسعر مية وخمسين دولار. يعني حوالي الفين وربعمائة جنيه مصري. وهتلاقوا السعر ببقية عملات العربية في اصف الفيديو. كده انا خلصت كل حاجة عن الموبايل. وجه الوقت عشان اقول رأيي فيه. الموبايل دوت بيتميز بحاجة واحدة بس. وهي البطارية. علشان بتيجي بسعة ستلاف ميلي امبير. بس لو عايز موبايل اداءة اقوى والبطارية اقل شوية خليك في شاومي ريدمي ناين. ومستني برده هشوف رائعك في التعليقات عن الموبايل. بس ايه هتنسى تشترك في القناة واتفعل زر الجرس. ولو عندك اي سؤال يكتبه في التعليقات وانا هرد عليك. والسلام عليكم.